شكوى زيدان مر يجري نحو الرواب الخطر فأحرق الأشدار وأطلف الأزهار وأغضب الأطيار حتى بكت للنهر وما شدت في الفجر ريمة قبيل الظهر ورات بقرب النهر ألقت به الأخشاب والقشة والأعشاب فاستنكر وارتاب وفر نحو القفر يبكي بدمع يجري زيدان هل تدري في الغابة ما يجري فالنبتة الخضراء في الغابة الفيحاء تعطر الأجواء اتعبق بالعطر كم تعبق بالعطر ريمة تعالي اجري اعتذري للنهر فالنهر يا ريمة يحيي أراضينا يسقي مواشينا في الصيف وقت الحر فاعتذري للنهر أولا اكتشف أقرأ العنوان وأتأمل القصيدة جيدا ثم أحدد الشاكي والمشتكابه الشاكي الأطيار المشتكابه زيدان ثانيا أتفعل مع النص أولا ماذا فعل زيدان لما مر بالروابي أقرأ الأبيات التي ذا دعم إجابتي لما مر زيدان بالروابي أحرق الأشجار وأتلف الأزهار وأغضب الأطيار زيدان مر يجري نحو الروابي الخضر فأحرق الأشجار وأتلف الأزهار وأغضب الأطيار حتى بكت للنهر ثانيا ما هي الأعمال التي قامت بها ريمة وأغضبت النهر أقرأ ما يدعم إجابتي الأعمال التي قامت بها ريمة وأغضبت النهر هي ألقت به الأخشاب والقش والأعشاب ريمة قبيل الضهر مرت بقرب النهر ألقت به الأخشاب والقش والأعشاب ثالثا قدمت الشخصية المتدخلة نصائحة لكل من زيدان وريمة أقرأها قراءة منغمة زيدان هل تذري في الغابة ما يجري فالنبتة الفضراء في الغابة الفيحاء تعطر الأجواء اتعبق بالعطر كم تعبق بالعطر ريمة تعالي اجري اعتذري للنهر فالنهر يا ريمة يحيي أراضينا يسقي مواشينا في الصيف وقت الحر فاعتذري للنهر خامسا أعيد قراءة ما يلي معوضا ما تحته سطر بما يفيد المعنى نفسه ما شدت الطيور للنهر ما غنت الطيور للنهر فر نحو القفر فر نحو الخلاء تعبق بالعطر تطيب بالعطر شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة